السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بسم الله مستعينة راضياً به مدبراً معينة والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده وأشكره ومن مساوي عمل أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبدوا بالحق ما ألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصاني وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالبينات والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دوماً صرمناً ثم أما بعد أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم مع الصحابة الذين أسلموا من غير العرب ونحن اليوم مع صحبي فارسي مع رجل جليل عظيم والفرس لهم في الصحبة أمر عظيم وأمر جلل يجب علينا أن نتعرف عليهم ولعلنا بهذا البرنامج نؤدي شيئاً من حق الفرس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام وجاهدوا ودافعوا عنهم مع سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة مولى رسول الله كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام صحابي نكن بأبي عبد الرحمن يقال أبو عبد الرحمن سفينة يلقب بسفينة وهذا من أغرب الأشياء التي تقف عليها لأن هذا له خبر وهذا له قصة نحتاج أن نتعرف عليها وربما لو لم يكن لتسمية سفينة قصة ربما تغافل ذكر اسمه في بين كثير ممن لم يذكر له اسم لكن ليس هذا فحسب بل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث رضي الله عنه اشتهر سفينة بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام كان عبداً لأم سلامة وأم سلامة أعتقته لكن اشترطت عليه شرطاً هو المفخرة التي ستظل في تاريخ سفينة إلى قيام الساعة اشترطت عليه أن تعتقه ولكن أن يظل خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فظل سفينة من خدام النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وكثرة خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام سبب التسمية ذكرها البهقي في دلائل النبوة والطبري في تاريخ الرسل والملوك وابن هشام في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمه سفينة لماذا حشرت ابن نباتة قال سألت سفينة عن اسمه فقال أما إني مخبرك باسمي لماذا أنت في الترجل تجد له أسماء كثيرة جدا تجد له يعني مهران بن فروخ ورومان ويقال رباح ويقال قيس ويقال سفينة وهذا أكثر ما اشتهر به يقول سألته عن اسمه سفينة فقال أما إني مخبرك باسمي كان اسمي قيسا إذن اسمه قبل الإسلام كان اسمه قيس فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قلت لما سماك سفينة ما السبب قال خرج يعني رسول الله ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم الصحابة خرجين للجهاد يحملون الدروع ويحملون الرماح ويحملون أمتعة القتال قال فثقل عليهم ذلك فقال رسول الله ابسط كسائك يعني افرش ردائك هذا في الأرض قال فبسطته فجعل فيه متاعهم يعني أخذ النبي على السلام السيوف والرماح والدروع ووضعها يضعها على ثياب سفينة رضي الله عنه قال ثم حمله علي ثم قال احمل يا سفينة فحمله علي فقال احمل ما أنت إلا سفينة احمل ما أنت إلا سفينة يقول فقال لو حملت يومئذ يقول في هذا اليوم الذي قال احمل أنت سفينة لو حملت يومئذ وقر بعير يعني ما يحمل البعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي يعني ما ثقل علي بعد أن قال رسول الله احمل أنت سفينة سفينة رضي الله عنه من الصحابة الذين لهم كرامات وصحابة رسوله كلهم من الأولياء لكن أظهر الله على يديه كرامة وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح عن محمد بن المنكدر عن سفينة يقول سفينة ركبت البحر في سفينة فانكسرت ركب البحر فانكسرت السفينة فركبت لوحا منها ركب على لوح من ألواح السفينة فطرحني في أجمة فيها أسد طرحني في مكان على جزيرة صغيرة فوجد فيها أسد حينما خرج يعني نجى من موت الغرق فوجد أمامه أسد على أجمة فيها أسد فلم يرعني إلا به فقلت يعني سفينة بيكلم الأسد سفينة يكلمه قال فقلت يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ألا تعرفني أيها الأسد أنا سفينة أنا مولى رسول الله أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه يعني الأسد طأطأ رأسه هكذا وغمز بمنكبه قال فما زال يغمزني يعني كأنه يمزحه كأنه يضحك معه ويوجهه على الطريق قال ويهديني إلى الطريق حتى وضعني على الطريق فلما وضعني همهما يعني فعل هكذا بجسمه فظننت أنه يودعني يقول الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وهو مشهور عنه جدا يقول شيخ الإسلامي رحمه الله يعلق على هذا وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده يعني هذا الخبر تلقه السادة العلماء النقاد الكبار بالقبول بأنه كلم الأسد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديث وأحاديثه مخرجة في الكتب الستة سوى صحيح الإمام البخاري من هذه الأحاديث حديث رائع رقراق مهم منه عن سفينة عن أم سلمة زوج النبي قالت سمعته ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلامة قلت من خير من أبي سلامة صاحب رسول الله قالت سم عزم الله لي فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى أيضا حديثا مشهورا جدا وهو حديث الدجال الحديث الطويل المعروف الذي يمكس فيه الدجال أربعون يوم كسنة ويوم كشاه ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم ثم تحدث عن الفتنة التي يتعرض لها المسلمون من خلال الدجال توفي رضي الله عنه بالعراق بعد عام سبعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي فرضي الله عن سفينة وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألحق نبيه في الصالحين وصل اللهم على المحمد وآله والحمد لله رب العالمين